انتقد رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بشدة الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق هود أولمارت ورئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة خطة السلام الأمريكية ووصف نتنياهو الاجتماع بأنه محطة حطاط في تاريخ إسرائيل هذا وحظي اللقاء بهجوم من قبل حزب يمينة الذين قالوا أن أولمارت المجرم المدان وافق على التخلي عن الهيكل وأنه يجهز اليوم أرضية للمفاوضات المستقبلية التي سيديرها جانس لإقامة دولة إرهاب فلسطينية عاصمتها أبو ديس في القدس بحسب تعبيره وفي ذات الموضوع عقب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون على اجتماع أولمارت عباس والتصريحات التي صدرت منه وقال دانون أن أبو مازم فشل في محاولته السياسية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة واختار أولمارت إعطاء روح داعم للإرهاب السياسي للفلسطينيين وهذا ضرر ليس فقط بحق إسرائيل وإنما أيضا بحق الولايات المتحدة التي عرضت خطة هامة للسلام في الشرق الأوسط وكان كل من إيهود أولمارت والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالبها خلال اجتماعهما في نيويورك أمس بتجديد مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية من المكان الذي توقفت فيه مع أولمارت